موسيقى هيا نقرأ السلام عليكم ومرحبا بمتتبعي قناة هيا نقرأ وحصة جديدة من المفيد في التربية الإسلامية للسنة الأولى من التعليم الابتدائي إذن لنبدأ على بركة الله ونبدأ بالصفحة 12 التزكية سورة الفاتحة أنشطة التعلمي أسمعوا وأرى القرآن الكريم سورة الفاتحة إذن لنرتي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم إذن ننسق هنا أحمد الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونشكره على نعمه فهو ملك يوم الدين ملك يوم الحساب إياه نعبد به نستعين نعبده ونستعين به ويهدين إلى الطريق القويم وإلى طريق الصالحين المؤمنين لننال الجنة إن شاء الله أفهمونا أبدأ عملي فأقول بسم الله إذن كلما بدأنا أعمالنا أو كلما نقوم ببدء أعمالنا نبدأ بكلمة بسم الله أحمد الله فأقول الحمد لله إذا أردنا أن نحمد الله نقول الحمد لله الحمد لله أصل بسهم الله رب العالمين العالمين يشمل جميع المخلوقات فالله رب الإنسان والله رب الحيوان والله رب النباس والله رب الجماد إذن الله رب العالمين ننتقل الآن إلى الصفحة 13 الاقتداء محمد النبي صلى الله عليه وسلم الوضعية أنشطة التعلم أولا أشاهده ثانيا أعبر موجهات أنشطتي هذه الصورة تبين مكان دفن الرسول عليه أفضل صلواتي والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الذي عرفني بالله فالرسول عليه أفضل الصلوات والسلام استفاه الله رب العالمين وأرسله إلى العالمين ليرشدهم إلى الطريق القويم ويعرفهم بربهم الذي خلقهم وخلق الكون أجمعين ننتقل إلى أفهم أختار الجواب الصحيح بوضع علامة في نبي اسمه محمد أحمد المصطفى إذن نبي اسمه محمد إذن نضع علامة فيه هنا محمد رابعا أتدبر أجيب بنعم أو لا الجمل عندنا هنا جمل إذن نجيب بنعم أو لا الجمل الأولى أحب نبي صلى الله عليه وسلم إذن نعم نبي أحترمه كأبي لا أكره من يسيء لنبي صلى الله عليه وسلم نعم نبينا منزه عن الإساءة ولا أمثله بأبي فهو منزه عن كل تشبيه لما فضله الله على العالمين أجمعين خالسا أقتدي أصل بسهم أقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي أم في حبه للناس إذن في كل الحالتين يجب أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في كل أخلاقه لكن هنا نقتدي به كثيرا في صلاتي أقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي ننتقل إلى الصفحة 14 وتتم للتزجية وصورة الفاتحة هنا أنشطة تعلم أسمعوا ثم أحفظوا أستظهروا أتبذلوا استدار مع أفراد مجموعة يونانا أستظهر صورة الفاتحة مع بعضنا البعض عن طريق مجموعات داخل الفصل الدراسي ثالثا أقتنع أقتنع بأن الله هو رب العالمين والله كذلك هو الرحمن الرحيم والله لا أعبد إلا الله لا أستعين إلا بالله إذن نقتنع بهذه الجمل أن الله هنا الله رب العالمين الله رحمن الرحيم لا أعبد إلا الله لا أستعين إلا بالله وهذا ما جاء في صورة الفاتحة رابعا أطبق أقرأ الفاتحة في صلاتي في عملي إذن نقرأ الفاتحة عند الصلاة ثم في أعمالنا أو بداية أعمالنا ننتقل إلى الصفحة 15 الاستجابة أعبد الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضعية أنشطات التعلم أتابع القصة باهتمام أشارك في الحوار شاهد بشير أمه تصلي فسألها من علمك الصلاة يا أماه قالت أقتدي في صلاتي بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشير أكان الرسول صلى الله عليه وسلم معلما قالت نعم إنه رسول مبلغ عن الله ومعلم للبشرية كيف يعبدون الله إذن هنا هذه الأم تفيد ولدها وتشرح له بأنها تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل إلينا من رب العالمين لنقتدي به في جميع أعماله من صلاة وأخلاق ومبادئ ومعاملات مع الناس فهو المكلف بالرسالة ومبلغ عن الله ومعلم للبشرية كيف يعبدون الله موجهات أنشطتي أعبد الله كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يجب علينا عبادة الله كما علمنا رسولنا الأفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ثالثا هنا أفهم أضع علامة فيه أمام الجواب الصحيح إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليعلمنا كيف نوحد الله كيف نعبد الله كيف نأكل ونشرب إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليعلمنا كيف نعبده يعني كيف نعبد الله إذن نضع على مثل هنا كيف نعبد الله رابعا أطبق أصل بسهم إذن هنا أصلي كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نصل هذه الجملة بهذه هنا رسول الله أصلي كما علمني رسول الله أكتب كما علمني أستاذي أكتب كما علمني أستاذي إذن فالأستاذ هو الذي يعلمنا الكتاب والقراءة أصبح كما علمني المدرب مدرب السباح هنا أصبح كما علمني المدرب أتوضأ كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتد به في صلاتنا وكذلك في وضوئنا أتوضأ كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسا ألتزم أقتدي في عبادتي بأبي أو صديقي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أقتدي في عبادتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المنزه عن كل خطأ وهو الأكبر والأعظم الذين أقتدي به في عباداتنا ومعاملتنا وأعمالنا إذن أقتدي في عبادتي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن إلى هنا ننهي هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم